صباح الخير واليوم 10 أكتوبر 2021 وتوقعت الفلكية لهذا النهار وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل رح تتخطى مرحلة التقوقع المهني والمالي المفتعل ضدك بهدف منعك من التقدم باتجاه تحقيق أهدافك وطموحاتك المستقبلية وتبدو متقبل فكرة البدء بوظيفة جديدة بأقرب وقت عاطفيا اهتمامك وهدوءك بالتعاطي مع الشريك رح يسهلك الأجواء العاطفية المناسبة لكسر الروتين اليومي اللي كان عم يعكس بنتيجه على معنوياتك معه بشكل واضح مولود برج التور تبدو من أصحاب العقلية المنفتحة القادرة على تحويل أي نشاط عمل جديد إلى واقع ملموس وتبدو متأمل بتحسين مستواك المالي والمهني بأسرع وقت عاطفيا تبدو معترد تماما على عدم تقبل الشريك الحديث عن مستقبل علاقتكن سوى من كل النواحي بالإضافة لمشروع سفر بانتظارك مولود الجوزاء رح تتطرك الظروف لتغيير كل اتجاهاتك المهنية بهدف التخطيط لانطلاء جديد من بعد طول انتظار ونصحتنا إلك تبتعد قدر المستطاع عن أي مغامرات مالية غير مدروسة عاطفيا تبدو واقعي جدا بترتيب وضعك العاطفي عن جديد مع الشريك بالرغم من ما أخذك الكثير على طريق التصرفاته معك وتبدو أكتر انتباها بخطواتك الأدمي معه مولود برج السرطان بداية مهنية جديدة بانتظارك قد لا تكون أفضل من المستوى المتعود عليه بالسابق ولكن تعتبر خطوة أمامية مناسبة لتحريك الوضع الاقتصادي عندك بدل من الجمود المتخوف منه عاطفيا عم بتعيش افتراضات عم بتأثر بشكل سلبي على معنوياتك أكتر من أي شيء تاني ومن المحتمل تهتدي على الحل المناسب فيما لو فكرت بطريقة أبعد من هذا الأسلوب مولود الأسد أجواء من الضبابية والغموض عم بتسيطر على وضعك المهني والمالي بوقت واحد ونصحتنا إلك متخاطر بالموجود بين إيديك مهما كان مستوى المردود المالي اللي عم تحصل عليه بالوقت الحالي عاطفيا عيليتك مع الشريك عم تتعرض الكتير من المواقف النفسية الصعبة وتبدو محاولاتك لمصالحته مخالفة تماما لمواقفك السابقة معه من جهة إلى جانب التدخلات المدمرة لما تبقى من مشاعر من جهة تانية مولود برج العزراء نشاطك التجاري يعتبر محطة جديدة بحياتك المهنية ومن المحتمل يكلفك لكتير من المسئوليات المالية بالإضافة إلى أنه خاضع لإرادة أحد الأشخاص المعروف بخبرته بمجال المال والأعمال عاطفيا عم تتفنن بعملية اهتمامك بالشريك ورح يساعدك أسلوبك الكلامة على تغيير مجرأ الأمور لصالح حماية كبريائك العاطفة معه ولكن بعقلية من فتحة وممتازة للطرفين مولود الميزان تبدو بحاجة لفصل عملك الحالي عن حياتك الخاصة مع ضرورة الانتباه لمصاريفك المالية المتراكمة يلي ممكن تعرضك لإحراجات مادية بالجملة ما لم يتم معالجة الأمر سريعا عاطفيا أسلوب كلامك مع الشريك من المحتمل يفسر بغير مقصوده الحقيقة وخصوصا أنه علاقتكن سواعا بتمر بأزمة سئة بالمشاعر بشكل واضح مولود ده برج العقرب ووضعك المهني بيتطلب منك التركيز والانتباه أكتر على قضية مهنية خاصة فيك وتبدو مهتم بمعرفة تفاصيل المحيط الخارجي يلي عم تتحضر للشغل معه عاطفيا عم بتواجه ظروف عائلية أصعب من السابق ومن المحتمل هذا الوضع يلعب دور غير إيجابي بتفاصيل يومياتك مع الشريك مولود القوس أجواء الواقع المهني والمالي يلي عم بتعيشه رح يجبرك على الشغل لساعات إضافية أو للدخول بعمل إضافي تحسبا لأي فرضية ممكن تحصل بالتوقيت الغير متوقع عاطفيا تبدو حذر جدا بطريقة تعاطيك مع الشريك وبنفس الوقت عم تستعد لتغيير سلوكك العاطفة إلى جانب الكتير من الاختلافات يلي كانت عم تعكش بسلبياتها على مستقبل علاقتكن سوا مولود برج الجدي عم بتعيش مواقف يومية آسية ومن المحتمل تنقلك باتجاه مجال مهني أوسع وأمتيازات مالية أفضل بالإضافة لإهتمامك الواضح ببعض النشاطات التجارية المرتبطة بالخارج مباشرة عاطفيا مشكلة قديمة بتخص حياتك العاطفية مع الشريك راح تخليك تعمل ألف حساب لمشاعرك معه وتبدو جاهز لتصحيح الوضع بينك وبينه مهما كان حجم الخلفات الأديمية اللي بيناتكن مولود برج قدلو عم تجبر نفسك على البقاء بنفس الوظيفة بالرغم من انعدام التوازن المالي والمهني المطلوب فيها ومن المحتمل يقدم لك أحد الأصدقاء حل سريع قد يكون خاضع لجهة خارجية عاطفيا عم تتجنب الرد على أسئلة الشريك يلي ما بتخلص ولكن بطريقة لتخلو من الضحك والمزح المحبب بيناتكن بالإضافة لمصالحة أو استقرار عاطفي بانتظار معظم موليد برج قدلو آخر الأبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت تبدو غير قادر على تحمل التجاوزات يلي عم تحصل حواليك على الصعيد المهني وبالمقابل تبدو جاهز للبدء بارتباط مهن جديد كنت عم بتخطط له من فترة طويلة عاطفيا عملية التساهل مع الشريك ببعض المواضيع الحساسة قد تكون مخالفة تماما لمعتقدات علاقتك معه ولكن تعتبر خطوة مهمة لتقريب المسافة ما بينك وبينه بشكل أقوى هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار إن شاء الله تكونوا حبيتوا أكيد بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو باي باي